يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كنا تعتذرون أن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردونا إلى عالم الغيب وشهادك فينبهكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم منهم ذجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم فاسقين الأعراب أشدوا كفرا ونفاقا واجدوا أن لا يعلم حدوث ما أنزل الله على رسوله الله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق نظر من ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله وفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنها وأعدنهم جانونات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض عظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم من مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله وفور رحيم خذ من أموارهم صدقة وتطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنوا لهم الله سميعنا لهم ألم يعلموا أن الله هو يتور التوبة عن عباده ويخذوا صدقاته وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب وشهاده فينبئكم لما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشعر إنه كاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحقا تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شافافر فينهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهتم قوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إن لا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشدوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوض العظيم التائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحضور الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم نواه حليم وما كان الله ليضن قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقول إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد هاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يسيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم منه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وكونوا مع الصالقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيذوا الكفار ولا ينارون من عدو إن لن إلا كذب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجل المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كذب لهم ليجزيهم الله وسلم ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا له لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أن يكون زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يسجرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم ما تبهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدهم ثم صرفون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم ليفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هم عليه توكنت وهو رب عرش العظيم ألف ما أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا أن لهم قد مصرقين عند ربهم قال الكافرون إن هذا نساحر مبين إن ربكم الله الذي خنق السماوات والأرض في ستة أيام ثم صنع عزيز يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربهم فاعبدونه أفلا تذكرون إليهم أرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبلغ المخنطة ثم يعيده ليزي الذين أمنوا وعملوا صريحات بالجسر والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذب آليم بما كانوا يفرون هو الذي جعل الشمسرية أول قبر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إنه بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف البيت والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورادوا من حياة الدنيا واطمأوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوامهن ربما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا صريحات يهديهم ربكم بإيمانهم تجري من تحت منانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير نقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في ضرينهم يعملون وإذا مسل إنسان الضر دعنا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركا لم يدعونا إلى ضر المسه كذلك زهر المسرفين ما كانوا يعملون ونقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين ثم جعل لكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا طلع عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدلها قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني خاف إن عصير ربي عذاب يمنظم قل لو شاء الله ما تلوتهم عليكم ولا أدراكم به فقد ذبثوا فيكم عمورا من قبله فلا داقلون فمن أظلم لما نفترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون لعدون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كانوا ناس إلا أمة واحدة فاختلفوه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا وإني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة مهم بعد ضراء مستهم إذا لهم كون في آياتنا قل الله واسرعوا مكرى إن رسلنا يكتبون ما تمكرونه والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلق وجرينا بهم بريح طيبة وفرح بها جاءت هاريح عصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأنه جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبرون في الأرض إذا هم يبرون في الأرض بغل الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متى عن حياة الدنيا ثم إلينا مريعكم فلنبيكم ما كنتم تعملون إنما متى عن حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعم حتى إذا أخذت الأرض جفرفها والزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا من كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لكم يتفكرون هو الله يدعوه إلى ذا رسالة ويهدي من يشاء إلى صراط المستقبل الذين أصنوا حسنا وزيادة ولا يرهقون جوههم قطر ولا ذنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئات منها وترهقهم ذنة ما لهم من الله من عاصم فأنما أشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون ويمن أحشرهم جميعهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة ونحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشتقون ما كانكم أنهتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقالوا شركاؤهم ما كنتم هيانا تعبنون فتخى بالله شيئا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه من حق وظل عنهما كانوا يفترون قل من يردقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يتبر الأمر فسيقولون الله فقلنا فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إن الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسرقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يهدون فلهم يعدون قل الله يبدأ الخمق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدينا الحق قل الله يهدينا الحق فمن يهدينا الحق يحق وأن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا الكرآن ويفترى من دون الله ولكن من تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا رب فيه من ربي العالمين أم يقولون افترى كن فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأميله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظرك فكان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبونك فكل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأن تصمع السر ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبسلون إن الله لا يظلم الناس شاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار العرفون بينهم قد خسن الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما دورينك بعض الذين أعيدوهما وتوفيرونك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل غمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضية بينهم من قسل وهم لا يذهمون ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين قل لا أملكوا نفسي ضررا ولا نفعل إلا ما شاء الله ولكل أملكوا نفسي نفع ولا ضررا إلا ما شاء قل لا أملكوا نفسي ضررا ولا نفعل إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون قل أرأيتم إن تاكم عذابه بيتنونها وماذا يستعجل منهم مجرمونها ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد تنونتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذو عذابا خلده هل تجزون إلا بما دونتم تكسبون ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه نحق وما أنتم بمعجزين ولو أنتم بنفسهم وظلمت ما في الأرض نفتدت به وصروا الندمة لما رأوا العذاب وفضي بينهم القسل وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء فيما في السدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرعونه وخيرون مما يزمعون قل أرأيتم وأنتر الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذين لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوما قيامه إن الله لذي الفضل على الناس ولكن نترون لا يشكرون وما تكونوا في شأنه وما تتقوم منه من قرآن ولا تعملون من عمل إن لا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مدخال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أسور من ذلك ولا أكبر إنا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتبون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوض العظيم ولا يحزنون تقولهم إن العزة لله جميعا هو سميع أليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون لا شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم الأخصون هو الذي جعل لهم لير تسكن فيه والنهر منسرا إن في ذلك لآيات من قوم يسمعون قالوا اتخذ الله وردا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نور إذ قال لقمي أقوم كان كبر عليكم أقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله تركض فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم أخذوا إلي ولا تنظرون فإن توليتوا فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وبرطنا كون من المسلمين فكذبوهم فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف ورأي الذين كذبوا مياتنا فانظروا كيف كان عكبة المنزرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا من بينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل كذلك نطبعوا على قلوب المتدين ثم بعثنا من بعده الموسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستبروا وكانوا قوموا مجرمين فلما جاءه منحك من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبث قال موسى فكولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجئتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم من المؤمنين وقال فرعون التوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال له موسى أنقوا من تمنقون فلما أنقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيمطله إن الله لا يسلم عن الموسدين ويحق الله نحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وليه من يرثنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليت وكوم إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى آل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم كبلة واقم وصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك تيت فرعون ولوه زينته أموالا في الحياة الدنيا ربنا أن يضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشفر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرون عذاب الأليم قال قد أحيبت دعمتهم فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتو على قوم فأتبعهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركهم غرقوا قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به ببني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ونقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وردقناهم من الطيبات ومرتلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يخضي بينهم يا والقيابة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاشرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأنيم فلولا كانت خرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا تشفنا عنهم عذابا خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وما كان للنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزاع للذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خرموا قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنت في شك من ديني فأعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأناق وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشيكين ولا تدعون من دون الله ما لا ينفعهك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسنا الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرزق بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قل جاءكم الحكم من ربكم فمن اهتلى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما نعليكم وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ألفنا مرى كتاب أفهمت آياته وقم فصل يتمنى ذو الحكيم الخبير أن لا تعبدوا إلا الله لإنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتقوا لذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء كدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغفرون تيابهم يعلم ما يسرون وما يعرنون إنه علم بذات صدور ألا تلك색ة صدور والله مرجعكم وله연ةزتاة